مساء الخير أهلا وسهلا فيكن بحلقة جديدة من برنامج أفكار متقاطعة اليوم رح نتحدث عن المشاهد الذي يتابع المباريات الرياضية وهو مبتلي بمجموعة من المعلقين الرياضيين العرب الذين لم يترفقوا به في حديث للذكريات للكابتن محمد لطيف المعلق المصري الشهير الراحل عم يروي حادثة هاي الحادثة هي عبرة يقول انه كان عم يحضر مبارا بانجلترا قبل ما يبلش رحلته بعالم التعليق الرياضي وحتى قبل ما يفكر بالتعليق الرياضي قاعد بين المتفرجين على المدرجات لفت نظره انه في شخص واقف وعم يحكي على المباراة بصوت عالي طبعا من بين المتفرجين واقف هذا الشخص وبتفصيل وبدقة يتحدثوا بجزئيات صغيرة وبتفاصيل صغيرة يصف حركة اللاعبين ايش لون عم يتحركوا ايش لون ينقلوا الكرة لبعض وشون تتسدد على المرمى ايش مخالفة عم تسير البطاقات الصفراء او الحمراء الى اخره كل صغيرة وكبيرة عم تجري على المستطيل الاخضر كان عم يوصفها هذا الشخص طبعا الكابتن لطيف اندهش وبدأ يتساءل انه هذا شو عم يعمل ليش هيك عم يتحدث عن المباراة بهالانفعال فسأل صديقه الانجليزي صديقه الانجليزي قال له هذا الرجل هو مشرف مختص في معهد مختص بفاقدي البصر وفي طلاب بهذا المعهد الذين لا يرون كتير يحبوا كرة القدم وما يقدروا يشوفها لانهم عميان يعني فطلبوا من المعهد انه يوفد معا شخص مشرف للملعب يقعد معا ويوصف لنا اللي عم يسير في المباراة وكأنه عم يشوفوا المباراة من على المدرجات هاي الحادسة ضلت بذاكرة الكابتن لطيف لما رجع لمصر وبعد ما اعتزل كرة القدم وانضم للإذاعة المصرية وبدأ نقل المباريات بالإذاعة المصرية تذكر هاي الحادسة فقرر قال أنا بدي أقوم بنفس الدورة اللي كان عم يقوم فيه هذا المشرف في المدرجات بإنجلترا وبدي أعتبر انه كل الناس اللي عم يسمعوني بالإذاعة هني مثل هدول الشباب اللي كانوا فاقدي البصر وهني مو يشوفوا المباراة لأنه عم يسمعوا مني من الإذاعة فأنا بدي أوصفها بكل دقة ومن هون كان مفتاح النجاح اللي كبير للكابتن لطيف اللي صار بعده من أشهر المعلقين الرياضيين العرب لأنه احترم اللي يسمعوا انفعل وفرح بدون مبالغة تعاطف بلا تحيز أوجز في التعليق وأبهر في المفردات وحتى بعض المفردات صارت للأجيال اللي بعده من المعلقين كأنها مرجعية أو شي جميل يستفيدوا منه ويستعملوه هالحادسة اللي رواها إلي الصحفي الشهير الفلسطيني الراحل سليم حمدان بعمان في مخيم الوحدات ذكرتني بالمعاناة اللي عانية المشاهد الرياضي العربي من الحشو واللغو والاستطراد البلا مبرر وبلا فايدة من قبل بعض المعلقين الرياضي العرب طبعا في البعض لسه لسه عم يحترموا ذكاء وثقافة المشاهد المباريات بدأت تنقل بالتلفزيون يعني صارنا نشوف المباراة صورة وصوت والفضائيات لكن هاي كانت وبال علينا فابتلينا بعدد من المعلقين ما يعرفوا من فن التعليق الرياضي سوى الحديث المستمر طول زمن المباراة حكي 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 معظم هذا الحكي غير مفيد يستعرضوا فيه معلومات الرياضية وهنا أتوقف بس لا أوضح أنه هاي المعلومات الرياضية اللي عم يستعرضوا فيها عضلات علينا أقدر أحدد لكم حوالي 85% منها مو هن اللي ينبشوا ويطالعوا في مركز معلومات بكل قناة رياضية محترمة تجهز هاي المعلومات كاملة وتعطيها للمعلق الرياضي قبل بدء تعليقه على المباراة فحتى استعراضهم علينا بالمعلومات الرياضية هنه ما كتير باذلين جهد فيه يعني فنرجع لموضوعنا صار المعلومات هاي بطريقة فجة يعني أحيانا مجرد تكرار لمعلومات تاريخية مو بمكانة مو بمكانة ولما تجي يتناقشني يقول لك هاي التعليق الرياضي فيه له مدارس المدرسة اللاتينية والمدرسة الأوروبية نعم فيه مدارس لكن حتى المدرسة اللاتينية اللي تتميز بالانفعال والصراخ هي مدرسة أيضا تحترم المشاهد نحن عم ناخد كل شي ونجيره لألنا بطريقة غلط ف يعني تتخيل أنه نحن أحيانا عم نحس أنه هذا المعلق قاعد جبنا على الصوفة على الكنباية عم يحضر معنا المباراة طيب يا أخي وكأنه عم يحكي لنا بشكل شخصي لأنه ما بقى نسمع غير صوته يعني طيب أنا بدي أسلمتها بصوت الجمهور لا أنا كمعلق لازم أحكي لازم أقول لازم أعبي التسعين دقيقة بيحكي نقدر نقول سبعين بالمئة منه فارغ وأجوف وخاوي وفاضي لا يسمن ولا يغني عن جوع وعلى ما يبدو أنه المعلقين الرياضيين العرب وبعضهم ما أدركوا بعض لحتى الآن أنه المباريات عم تنقل صوت صورة وأنه نحن عم نشوف بعيوننا وعم نسمعها بأداننا ولسنا عميان وأظن وهنا ليس بعض الظن إثم أبدا أنهم يريدون أن يلعبوا معنا دور المشرف مشرف المعهد معهد الضريرين اللي يتكلم عنده الكابتن اللطيف رحمه الله شكرا لكل معلق رياضي يحترم ذكاء المشاهد وعشقوا للكرة وشكرا لكل معلق رياضي يدرك تماما أننا في زمن سرعة المعلومات والإحصائيات والأخبار أسرع مما يتتصوروا وأسرع من كلامهم أثناء التعليق أما باقي المعلقين اللي تحدثنا عننا واللي يعتبرونا ضريرين واللي يفسدوا علينا متعتنا بمشاهدة مباريات كرة القدم لا أقول لهم إلا رفقا بنا سامحكم الله نلتقي على وعي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة